بسم الاب والابن الروح الكدس اله الواحد امين اليوم التاني من الاسبوع الاول من الصيام الكبير رسالة ربنا ليك النهاردة عن الوكالة والحرية وعشان كده بيبتدي اشعية النبي النبوات ويقول لنا كده ان شئتم وسمعتم مني تأكلونا خيرات الارض وان قبيتم وعصيتم توكلونا بالسيف لان فب من رب يتكلم بسيجي زكريا النبي يدينا رسالة جميلة يقول لنا ها انا اخل الشعبي الله يرسل لنا خلاصا وفي النهاية يكلمنا يقول لنا اخلصكم فتكونون بركة فلا تخافوا تشددوا ولتتشدد ايديكم وده بيدينا نوع من القوة ان الله يريد ان يعطينا قوة وحرية ان هناك بركة للخلاص لكن في نفس الوقت بيكلمنا عن اختياراتك انت تختار انشئت ام ابيت هنا اختيار للانسان وعلشان كده في انجيل باكر بيكلمنا عن الضعفاء والخطاء الذين يحتاجون الى الطبيب فربنا بيرسل لنا هذا الطبيب لكن بوليس الرسول بيدينا برضو ان هناك ادراك لارادة الله لابد ان الانسان هنا يعرف ارادة الله فين والكاثليكون يحدد لنا ارادة الله الصالحة فين عن المحبة الدائمة فتعقلوا واصحوا للصلوات ولكن قبل كل شيء فلتكن محبتكم دائمة فيكم بعضكم لبعض لان المحبة تسطر قصرة من الخطايا وكونوا محبين للغرباء بعضكم لبعض بغير تزمر كل واحد بحسب النعمة المعطاة لي وفي نفس الوقت هنا الانجيل بيدينا رسالة عن مثل الوكيل الامين من هو يا ترى الوكيل الامين فانت وكيل على حياتك انت وكيل على عطايا الله ليك انت وكيل على حرية الارادة اللي ربنا يدها لك وعلشان كده لانك وكيل على هذه الارادة التي اعطاها لك الله فانت محاسب ياما بتختار انك تعرف ارادة الله وتمشي فيها وياما انك بتختار انك تمشي بحسب إرادة وشهوات نفسك وهنا الاختيار ده واضح ليك فأنت في السوم الكبير ولأن عينيك اتجهت إلى الله عينيك اتجهت إلى الأبدية فبالتالي هنا أنت بتختار بتختار الأبدية بتختار الحياة الدائمة بتختار المسيح اللي في حياتك وبالتالي هنا كل واحد مننا كل لحظة من لحظات حياته له هذه الحرية في اختيار المسيح اختيار الحياة الأبدية فأنت المفروض تعمل ايه كل حاجة هتعطلك عن الحياة الأبدية وقف عندك كل حاجة بتختارها بتنميك وتبنيك فبالتالي هنا للبنيان للحياة الأبدية رسالة جميلة من ربنا لك النهاردة أن الله يريد أن يخلصك الله يريد أن يباركك ولكن اختار إن شئت هيباركك وإن أردت هيباركك لكن إن أبيت وعصيت فبالتالي هناك دينونة على كل إنسان يرفض مشهورة الله خلي بالك خلي بالك أن ربنا هنا بيدعوك للبركة استجب لهذه الدعوة استجب للبركة لأن البركة هي لحياتك الأبدية ربنا يديك كل نعمة وبركة والإلهنا لكل المجد القرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر